لمن يريد إيقاف طفله الرضيع عن البكاء وجعله ينام أيضا دراسة جديدة في مجلة علم الأحياء الحالي وجدت الطريقة المثالية لذلك هل وجدت الطريقة المثالية؟ ربما تشير الدراسة إلى أن بكاء الرضع هي رسائل يريد الرضيع إيصالها إلى من حوله على طريقته الخاصة الدراسة أيضا أكدت أن حمل الرضيع والتجول به في الغرفة لمدة خمس دقائق ثم الجلوس معه لفترة تصل إلى ثماني دقائق وأخيرا وضعه في سريره هي الطريقة الأنسب لجعل الطفل يتوقف عن البكاء تضيف كومي كورودا الباحثة في مركز رايكا لعلوم الدماغ باليابان والباحثة الرئيسية في الدراسة أن استجابة الحمل عبارة عن سلسلة معقدة من العمليات البيولوجية المتوازية التي تؤدي إلى انخفاض حدة بكاء الطفل وانخفاض معدل ضربات القلب مما يساعد الأباء على التعامل مع رضع إذن مشاهدين معنا في الأسود لمناقشات هذا الموضوع الشائق بالنسبة للأباء بكل تأكيد روان غانم حسين أخصائية العناية بالموليدة الشدد أهلا بك سيدة روان من موقعك أم ومن تجربة شخصية ربما رشيدة مر بها كذلك التنقل بالأطفال وحملهم والمشي بهم في المنزل لمدة خمس دقائق كما تذكر هذه الدراسة لا يجدي نفعا في الكثير من الأحيان فما مدى واقعية هذه الدراسة في حد ذاتها؟ بداية شكرا للإستضافة سعيدة أني أكون معكم وأساعد الأباء بشكل عام لتخطي هذه المرحلة الصعبة من حياة الأطفال اللي فيها اللغة الأساسية بالتعبير هي البكاء يمكن هذه الدراسة صحيحة إلى حد ما بمجملها الطفل يحتاج لتلبية البكاء تبعه من خلال الحمل الأطفال عندهم يولدوا بإحتياجات فيسيولوجية غذاء وحاجة للتدفئة وإحتياجات عاطفية الطفل يعبر عن إحتياجاته بالبكاء بصفة عامة واستجابتنا الفورية لبكاء الطفل يساعد الطفل على أنه يشعر بالأمان وشعور الطفل بالأمان النفسي هو القاعدة الأساسية لتطور العاطفي عنده فقد يكون يمكن الطفل ما بيسكت باللحظة الحالية اللي الأم أو الأب بيحضنوا أو بيحملوا الطفل فيها ولكنهم بيشعروا بالأمان نتيجة تلبية احتياجهم بشكل فوري طبعا من قبل مقدم الرعاية بصفة عامة الحمل الطفل بساعد الطفل على أنه يستعيد الظروف المناخية اللي كان يعيش فيها بالرحم الطفل بالرحم بيحس أنه محاط الطفل بالرحم بيحس بحالة هز مستمرة نتيجة حركة الأم خلال الحمل وهذا الشيء نحن نقوم فيه بشكل فطري لما نشوف طفل بيبكي نحن نشيله ونخيط فيه ونضمه ونمشي فيه أو نهز فيه لكن سيدة روان اسمح لي طبعا حتى بعض الدراسات الحادثة تقول بأنه حمل الطفل كثيرا مرات أنت تحملين طفلك لمدة خمس دقائق أو ربما تشتازين هذه المدة في كثير من الأحيان وبالتالي حتى دراسات جديدة تقول بأن حمل الطفل لمدة طويلة هذا أمر مؤذي بالنسبة للطفل فإنه يتعود على ذلك وبالتالي سيجدد عملية البكاء لتربية هذه الحاجة وهو أيضا مؤذي للأم على اعتبار بأنها لديها الكثير من الأعمال المنزلية إلى غير ذلك بالفترة الأولى نحن منسمي الثلاثة شهور الأولانيين ما بعد الولادة هي بمرحلة الحمل الرابع بمعنى أن الطفل ما بيقدر يجتاز فكرة انتقاله من الرحم للحياة بدون ما نحيطه ونكون دائما معه خصوصي أن الطفل تحديدا الأم هي أكتر شخص تقدر تهدي الطفل من مجرد وجودها مع طفلها الدراسات بتأكس على أن استجابتنا للطفل بغض النظر عن فكرة أنه رح يعتاد على هذه العادة اللي ممكننا مع الوقت تصير صعبة على الأم ولكنها جدا مفيدة لصحة الطفل الجسدية بشكل عام وكمان النفسية نحن نشوف الأطفال الخدج اللي بيكونوا مولودين قبل أوانهم وبيقضوا وقت الأول بحياتهم بالحضانات بيكونوا أطفال جدا متوترين لما يرجعوا على البيت الأطفال اللي أمهاتهم بيروحوا بشكل مستمر على هذه الحضانات وبتواصلوا معهم جسديا عن طريق الملامس الجسدية هذا الشيء كثير بيساعد على تطور صحتهم وخروجهم من الحضانات بشكل أسرع في دراسات كثير أثبتت أنه في الدول الفقيرة كانوا يطلبوا من الأمهات اللي ما عندهم في مستشفياتهم حاضنات أنهم بس الأم تيجي وتحمل الطفل وهذا رح يساعد على شفاء الطفل فإذا الموضوع التواصل الجسدي بالنسبة للطفل هو أكبر بكثير من أنها تتحول لعادة هي ممارسة بتنعكس على صحة الطفل الجسدية بصفة عامة وكمان النفسية مثل ما قلنا فأنا دائما بقول أنه يعني وينت أنه البيبي يعتاد على هاي العادة اللي هي تنعكس كثير على صحته نحن كثير بنكون مهتمين مثلا أن الطفل يحقق تطور حركي تطور لغوي طب ليه ما نهتم كمان بنفس القدر فإذا زاد الأمر عن حده كيف يمكن وضعه في إطار الصحيح بالفعل أنا سأضم صوتي لصوت سهام لأن المشاهد الآن الذي ربما سمع المقدمة متأهب ليسمع ما هي الطريقة المثلة لإيقاف الطفل عن البكاء وهل هذه الطريقة ربما الآن يشاهدون الكثير الملايين ويقولون لقد حاولنا كثيرا وحملنا لكن لا يتوقف عن البكاء يستمر في البكاء نحرك ونهز إلى ما ذلك نتوقع من هذه الدراسة أن تقدم لا يسبب آلام في العضلات بالنسبة للأمهات هذا مجرد في وقت سابق أنا توقع حقيقة أن يكون هناك حل مثالي أن كبسة زر شيء هذا القبيل لكن لنكتشف أن 5 إلى 8 دقائق ثم كذا هل حقيقة هناك طريقة مثلة للتعامل مع هذه القضية ما ذكرته هو مهم جدا أن تكون الأم أن تحتضن هذا الاحتطان الهز الخفيف ما إلى ذلك لكن ماذا يمكن للأب أن يفعل الأم غير موجودة وربما رائحة الأب مختلفة عن رائحة الأم إلى ما ذلك هل بالفعل هناك طريقة لإيقاف الطفل عن البكاء أو لتخفيف هذا البكاء أو هذا العويل المستمر الذي يصل أحيانا إلى العصبية للآباء يعني دون حاجة دون حاجة للأكل دون حاجة مثلا كما تقولين لملامسة للحنان إلى غير ذلك مرات يكون هناك حاجة للبكاء ومرات بدون حاجة وذلك نتيجة الاعتياد فبتالي انطلاقا من مقاله رشيد ومن التجارب الخاصة كيف يمكن الأمل في إطار السليم أنا أضع نفسي للمشاهد مشكلة عويصة هو حقيقة يعني نحن هلأ بهذا الوقت نطور أبحاث تساعد على فهم ومعرفة احتياجات الطفل بهذه الفترة العمرية فمثلا في دراسات حاليا أثبتوا فيها أنه نغمة صوت بكاء الطفل لها دلالات فمثلا الطفل اللي جائع بيبكي بكاء مثل في صوت ن فنجدس مع الطفل ب Türkg فنجدس مع الطفل بقول No فهذه النغمة وغمات أخرى هي دلالات على إشياء معينة وحتى تطورت التطبيقات على الهاتف وبتلاقا من هذه الدراسة وصار يوجد اللذيل بتسجل صوت بكاء الطفل. والتطبيق بيطرح عليها ترجمة اللغة. فهي مثلا طريقة. من كمان الطرق الثانية الحلوة. أنه مع الوقت. والأم حسن بفترتها. بالخبرة. ومش بس في الدراسات. نحن بنسبة هذا الشيء. الطفل بحركات جسدية معينة. بيرسل لنا احتياجاته. فالطفل مثلا بمص إيده. الطفل اللي بيتلفت يمين ويسار. الطفل اللي بيحرك الأيدي والأرجل بشكل متكرر. هاي دلالة أنه جائع. فإحنا من ترجم لغة الجسد. ونبروات الصوت البكاء. لمعاني لا احتياجات الطفل بالنبيها. هل هذا ما تعنيه بالفعل هذه الدراسة بالحديث عن اكتكار جهاز مختص بتحديد الحالة الفيزيولوجية للطفل. ومن ثم سيفهم الآباء والأولياء ما الذي يحتاجه هو. هل هذا من الممكن أن يكون مسعام المساعد؟ أنا اطلعت على هاي الدراسة. أتوقع أن هاي الدراسة بالجهاز هات تحديدا. يمكن رح يدرس شيء بخص دماغ الطفل أكتر. بصفة عامة دماغ الطفل بيكون نشط. بمعنى بيكون وصلات عصبية بعدد كبير. بتساعد على نمو الدماغ بشكل جيد. بحالة الهدوء والاسترخاء. والمخ بصفة عامة. حتى إحنا لنا البالغين. غير قادر على التعلم أي مهارة جديدة. إلا بحالة الهدوء والاسترخاء. لا يوجد إنسان خايف يستطيع أن يتعلم. إذا لاحظنا أن الطفل محتوى عاطفيا وشعر بالأمان. أكيد سنرى أن دماغه يقض. متطور فيه نشاط مستمر بالخلايا العصبية. فهذا برجعنا نفس النقطة. عشان تحقق هذا التطور الفكري أو الإدراكي عند الطفل. وتزيد ذكاؤه وتزيد وصلات العصبية بدماغه. أنت مضطر أنك تعطيه شعور بالهدوء والأمان. وهذا الشعور بالهدوء والأمان قد يكون أبسط طرقه. هو الحمل والراحة. أنا أتوقع أن الأهل دائما يبحثون عن السهل. وأتوقع شيء ثاني. خاصة المرأة العاملة. بالضبط. لديك وقت كثير. ربما هذا يقودني لسؤال أخير. ما هي المحاذير؟ الآن فهمنا ربما حمل الطفل. هزه وكذا. لكن ما هي المحاذير الذي لا يجب أن يفعله الآباء مع أطفالهم؟ في هذه الحالة. أنا أكيد كثير أشاهد بعض الآباء يحزون الطفل بطريقة مجنونة. معتقدين أن هذه الطريقة المثلة. ما هي المحاذير؟ صحيح. بفترة التي يبكي فيها الطفل بشكل هستيري. خلينا نقول. الأهل ممكن يفقدوا أعصابهم ويتوتروا. ونحن أصلا منسمي هذه الفترة هي الفترة التي الأهل بيكون فيها متوترين. ليس الطفل المرحلة الزرقاء. لأن الأهل بيكونوا جدا متوترين. فبهذه المرحلة نحن ننصح الأهل. لو الطفل دخل بهذه الحالة يترك الطفل بمكان آمن. ويبتعدوا عنه ولين ما يهدى الأهل ويرجعوا له. هذه أول الشروط. الشرط الثاني فعلا مثل ما ذكرت. الهز بيعمل سندرم متلازمة عند الطفل بدماغه. بتأثر عليه صحيا إذا تم هزه بشكل عنيف. فدائما نقول أن الهز هو هز للجسم بحركة هادية بسيطة. ولكن نتجنب الهز القوي حتى لو كان عن طريق أي آلة. لازم يكون هز باستخدام هذه الآلة أو المرجحة أو الكرسي بشكل هادي ولطيف للطفل. الصوت ما هذا يلعب؟ هل يلعب الغناء أحيانا؟ أنا شخصيا تجربتي مع أطفالي لتلك الفترة لأني كنت أغنينهم عادة. فدائما كان أمتص هذا الغضب. هل يلعب دور الصوت البشري؟ الصوت الأم تحديدا هو الصوت الذي يعرفه. نتيجة سماع صوته لأمه خلال فترة الحمل. الصوت الذي نسميه نحن الضوضاء البيضاء والذي هو صوت الششش. هذا الصوت هو الصوت الذي كان الطفل يسمعه برحم الأم. نتيجة حركة السوائل وعمل الأجهزة بجسم الأم. فهذا الصوت يهدي الأطفال كثير. فصوت الوشوشة وصوت الأم تحديدا هاي الصوتين جدا مفيدين لتهديقة الطفل. وفي أطفال أصلا بيقدروا يناموا بس على صوت الوشوشة. ففي أجهزة تباع تنضاف لأسرة الأطفال. بس طول الوقت بتصدر صوت بسمها الضوضاء البيضاء. طول الوقت صوت تساعد الطفل على النوم والأسترخاف. فحاسة السمع بتأثر على هدو الأطفال. يعني الملخصة لازم تحملوا أولادكم. يعني ما في مشار. وتوشوشو. شكرا جزيلا. بس عدت إضافة مهمة. باختصار. نحن بهذا الزمن صرنا نربي حسب الخبراء. في حين أنه فطرة الأم هي الوحيدة التي قادر تعطي الطفل كل اتياق. بالضبط. شكرا جزيلا لك سيدة روانة غانيم حسين. أخصائية العناية بالمواليدة الجدد. شكرا. ترجمة نانسي قنقر